في الوقت الذي يرزح فيه الغزيون تحت وطأة آلة القتل الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من مئة يوم ولو ضاع الإنسانية الصعبة فضلاً عن نقص الغذاء والدواء يترقب العالم بصمت الإدانات الدولية بحق إسرائيل كان آخرها إقرار محكمة العدل الدولية فرض عدد من التدابير المؤقت على إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا على خلفية الحرب على قطاع غزة دون أن تأمر بوقفها وضمان توفير الحاجات الإنسانية والمساعدات الملحة للمدنيين في القطاع إلى جانب إلزام إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول مزاعم إرتكاب إبادة جماعية ضد المدنيين في قطاع غزة ورفع تقريرها خلال الشهر بشأن التدابير الفورية التي تتخذها وتسلمه أيضاً لجنوب أفريقيا ورغم الحكم الذي صدر إلا أن محكمة العدل الدولية ستواصل النظر في القضية بشكل الوافر وهي لم تبت في جوهر الدعوة حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بل اكتفت بإصدار قرارها حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية التي سيستغرق الفصل فيها سنوات على عكس جنوب إفريقيا التي تسابق الزمن لجعل المحكمة تسرع في إصدار أوامرها بوقف الحرب في غزة والسباح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية وإنقاذ المدنيين الأبرياء